أعلان الرئيس التركي رجل طيب أردغان عن نية عن بناء جدران على حدود بلاده مع كردستان العراق وإيران كما الحدود السورية لا يحقق ربما الإجماعة في الشارع التركي من الأتراك من يعتبر ذلك هروبا إلى الأمام أو انعزالا عن المحيط لكن آخرين يعتقدون أن الجدران ستشكل حاجزا أمنيا مهما للوقاية من الحمم التي تقذف بها أكثر من فوهة بركان في المنطقة نبحث في هذا الملف ومعنا من أسطنبول أستاذ العلوم السياسية دكتور سمير صالحة ومن القاهرة رئيس تحرير مجلة شؤون تركية الصادرة عن مركز الأهرام محمد عبدالقادر خليل نذكر مشاهدين بأنه بإمكانهم التعليق على هذا الحوار عبر تويتر وفيسبوك أرحب بضيفي أبدأ مع أسطنبول دكتور سمير صالحة أهلا وسهلا بك مجددا سكاي نيوز عربية دكتور سمير من سياسة التواصل والتكامل والحديقة الخلفية مع كردستان العراق إلى سياسة بناء الجدران الآن والرئيس أردوغان يقول أنه حوالي ستمائة وخمسين كيلو متر ربما من الجدار مع سوريا قاربت على الانتهاء وهناك يعني نية فعلا لبناء هذا الجدار وامتداده على الحدود العراقية رغم صعوبة الجغرافيا هناك لماذا؟ نعم مساء الخير للجميع أولا يعني أنا أتفق معك أنه فعلا هذه سياسة الجدران ليس فقط بالنسبة لتركيا بل بالنسبة لمنطقة الككل تتعارض مع استراتيجيات الانفتاح والتقارب ورفع الحواجز بين السكان هذه البلدان ولغة التقارب والانفتاح تركيا جزء مع أحمد دودور وكما تتذكر أخي يوسف كان دائما تركز على تصفير المشاكل وسهولة الاتصال في المناطق الحدودية كان هناك محاولات أيضا لكن بعد الثورة في سوريا وكثافة التنقل عبر الحدود بأسباب أمنية الدخول غير الشرعي كما تعرف الموجات النزوح الكثيفة كل هذا برأيي وتحديدا موضوع الأمني حزب العمال الكردستاني حركة التنقلات دخول السلاح في هذه المناطق مسألة اتهام تركيا مباشرة كما تتذكر أنت أيضا في الأوامي الثلاثة الأخيرة بعلاقتها بتنظيم داعش وتسهيل دخوله إلى الأراضي السورية وغير ذلك برأيي كل هذه النقاط إذا ما جمناها كانت عام الأساسي دفعت الأتراك للذهاب منذ عام 2014-2015 باتجاه هذا الجدار في الحدود السورية وتوسيع رقعة انتشاره باتجاه العراق وإيران سأذهب إلى القاهرة سريعا أيضا نفس السؤال أستاذ محمد برأيك هل هو انقلاب في السياسة الخارجية التركية أم ضرورة أمنية استدعتها الحاجة؟ مساء الخير أستاذ يوسف على ما يبدو أن تحول رئيسي في سياسة تركيا الخارجية يحدث الآن تركيا اعتمدت طيلة وجود أحمد داود أغلو سواء كمستشار أو وزير خارجية أو رئيس وزراء على فكرة الانفتاح على دول الجوار من يكرأ تصرحات أحمد داود أغلو خطب بعض المحاضرات التي ألقاها في مراكز الأبحاث يجد أنه دائما كان يتحدث أنه تاريخيا نظر التركيا إلى دول الجوار باعتبرهم تهديد للأمن الكوني التركي المقاربة الرئيسية التي تبنها حزب العدالة والتنمية هي فرصة لحزب العدالة والتنمية هي فرصة لتركيا من خلال التكامل الاقتصادي والسياسي والاندماج نعا هذه الدول حتى على المستوى الثقافي هذا هو المحرك الرئيسي بالنسبة للسياسة الخارجية على ما يبدو أن تركيا الآن لا تنقلب فقط على السياسات التي أعلن حزب العدالة والتنمية ولكن هي على الأقل تحاول أن تتجنب السمار التي زرعتها تركيا من خلال سياساتها التي قامت على توطير العلاقات مع دول الجوار النظر حتى للأقليات التركية باعتبرها تهديد رئيسي الآن فكرة إقامة هذه الأسوار سواء على الحدود السورية 650 كم أو على الحدود العراقية 330 أو حتى 500 كم مع إيران على ما يبدو أن الجغرافيا في هذه المناطق ستصاحب من مهمة تركيا على ما يبدو أنها تغفل أن فكرة الأسوار حتى على المستوى الدولي لم يثبت جدارتها هناك الآن تكتيكات أكثر صعوبة هناك الأنفاق في ظن نحن نحتاج إلى دراسة معمكة كيف استطاعت التنظيمات الجهادية التنظيمات العركية المتطرفة استغلت فكرة الأنفاق للوصول إلى مدن رئيسية واحدة من الصعاب الرئيسية التي لم تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية رغم إمكانياتها الكبرى التعامل مع فكرة الهجرة غير الشرعية من المكسيك رغم طرح الرئيس دونالد ترام بفكرة إقامة الصور لكن أغلب الهجرة عبر الأنفاق ومتسمى هناك تكتيكات يمكن اتباعها ضرب بفكرة الأسوار ثانيا أغلب العمليات الجهادية أو العمليات العنيفة التي حدثت في تركيا خلال عام 2016 على اعتباره أنه العام الأقرب المكتمل كانت من داخل تركيا بمعنى أن حوالي 20 عملية إرهابية تعرضت لها تركيا من جبهة حريك كردستان وهي جبهة ليست موجودة في العراق ولا موجودة في سوريا ولا موجودة حتى في إيران هي موجودة في داخل تركيا ومن ثم أنا في ظن هذه مقربة أنية قد لا تفضي إلى النتائج المرجوة منها أو المستهدفة منها طيب أعود لدكتور سمير دكتور سمير لو بدأنا نقسم الموضوع خلينا نبدأ مع إيران هذا كان لافتا لأنه مع العراق في أزمة لعقود موضوع تسلل مسلحي حزب العمال الكردستاني مستمر في سوريا كما شرحت حضرتك قبل قليل بشكل وافي فيه أيضا كان مشكلة لكن أن يصل الجدار إلى إيران يعني هنا تبدو في علامة استفهام يجب أن نشير إليها هل هناك مشكلة؟ ولفت انتباهي أنه في جنرال إيراني قبل يومين قال بأنه هجوم بيجاك وهو حزب العمال الكردستاني الفرع الإيراني على ضباط إيرانيين حمل تركيا المسؤولية على العكس ما يعني دائما كنا نعتبر ونسمع من تركيا أنه هذا بيجاك وحزب العمال الكردستاني مدعومين من إيران هل في علاقة بين الموضوعين؟ يعني يبدو أنه في أكثر من نقطة برأيي هنا تحتاج إلى نقاش أخ يوسف أنه التركيا طبعا ليس بشكل رسمي لكن بشكل غير مباشري تهمت أكثر من مرة بأنه إيران هي التي الآن تدعم حزب العمال الكردستاني في شمال الإيراق في جبال قنديل تمول الآن هذا الحزب تسلحه وتساهل له التنقل في هذه البقعة الجغرافية بين قنديل وسنجار هذه الاتهامات التي تركيا مازالت موجودة وبرأيي هذه المسألة مرتبطة مباشرة أيضا بموضوع بيجاك يعني حزب العمال الإيراني هذه المرة إذا جاز التعبير كل طرف الآن بين تركيا وإيران في هذه الاتهامات موجودة ومستمرة برأيي وستستمر الآن نقطة أدى أيضا طبعتها في الساعات الأخيرة الجانب الإيراني رحب اليوم بالجدار التركي مشروع الجدار التركي على الحدود التركية الإيرانية هذه النقطة تعني أنه إيران أيضا لا تقرأ المسألة بمجرد بمنظار أمني أو محاولة تحصين الحدود ومنع الدخول لهذه التنظيمات أو التنقل برأيي استاذ يوسف أنه نقطة أيضا سياسية البعد هذه المرة أنه ربما هناك احتمال طبعا هذا الرأيي الشخصي أنا لا أملك أي معلومات أو مستندات دقيقة حوله أنه هذه التدابير الآن مرتبطة مباشرة بمشروع قطع الطريق على الدولة الكردية الكبرى كما تعرف يعني مشروع الدولة الكردية في البلدان الأربعة في سوريا والإيراق وتركيا وإيران هذه التحصينات الآن رسم الحدود وتركيزها أمنيا بهذا الشكل برأيه يمغي أن يقرأ سياسيا أيضا بهذا الاتجاه لذلك رأينا الجانب الإيراني يرحب بالخطوة التركية هذه الرسالة الآن في موضوع سوريا أيضا برأيي استكون ملزمة طالما أنه هناك الآن دائما حزب الاتحاد الديمقراطي يتحدث أو قيادات في شمال العراق يتحدث عن المشروع أو الحلم الكردي بتأسيس الدولة الكبرى هذه رسالة تركية برأيي مهمة لكن لعنا وأنت أيضا نتفق على نقطة أساسية أنه ليست تركيا سباقة في إنشاء جدران من هذا النوع في المنطقة أو في العالم الآن الآن في العالم يوجد أربعين حالة مشابهة فيها جدران وليأكثر من سبب لن أدخل في التفاصيل بعضها عرقي بعضها أمني بعضها سياسي طبعا يعني الآن تركيا أنا أقول لغير ذلك الآن وربما قد تفاجأ أنه في اليونان أيضا الآن يونان بدأت إنشاء على حدودها مع تركيا هي أيضا جدار عازل بطابعة أمنة وهذا بقرار يوناني هدفه ربما ليس فقط مسألة البوض الأمنة في العلاقات التركية اليونانية التي توتر كما تعلم بين فترة وأخرى ربما أيضا في موضوع قطع الطريق على حركات اللجوء والنزوح والهجرة واللجوء نعم فعلا دكتور هناك في توجه دولي لموضوع بناء هذه الجدران على الحدود أستاذ محمد في القاهرة برأيك هنا ما أشار إلى الدكتور سمير وهو ربما يكون الموضوع له بعد سياسي وهو قطع الطريق على دولة كردستان الكبرى التي تعتقد أنقرة أنها تلقى دعما أمريكيا واضحا من خلال الدعم المقدم لميليشيات سوريا الديمقراطية في سوريا وربما أيضا في دعم أيضا لكردستان العراق ويعني في هذين الملفين ربما يكون هناك إشارة سياسية ما رأيك في نظرة أنقرة تجاه تخوفاتها المستقبلية من الأكراد في المنطقة طبعا أستاذ يوسف نتفق مع حضرتك أن المحرك الرئيسي الآن أو الموجه الرئيسي للسياسة الخارجية التركية هو الهواجس هو قلق من التهديدات الإرهابية هو الهواجس من الدعم الدولي يعني اللي يبص على طبيعة التوتر الألماني التركي التوتر التركي الأمريكي التوتر في بعض الأوقات التركي الإيراني العراقي كله مرتبط في الحياة بالأضية الكردية على اعتبار أنها قضية حاكمة في هذه المسألة لكن قضية موقف إيران من بناء أصوار على حدودها سواء مع العراق باعتبرها فاعل مركزي على الساحة العراقية أو على الساحة الإيرانية يظن أنه أيضا يحقق بعض الأمن على اعتبار أن المقربة الأمنية أيضا هي المقربة الرئيسية للنظام الإيراني الإقصائي للأقليات والذي كان محرك رئيسي في اتجاه الأقليات الكردية أيضا داخل إيران إلى حمل السلاح وتوجيهه إلى صدر الدولة بسبب سياستها القمعية إزاء الأقليات فضلا عن أنه يرى الآن هناك استفافات هناك محاور جديدة يتم تشكيلها ورسم خطوطها فيها الأقليم على ما يبدو كتشمل بعض القوى التي تدعم الجماعات الجهادية الطيرات المتطرفة التنزيمات ما دون الدولة قد يكون أحد المحاور يشمل قطر إيران تركيا على ما يبدو أن هناك حالة سيولة في الاستفافات الأقليمية الموجودة الآن هل هناك تركيا هل في تركيا هناك توجه للتوغل في العراق في الفترة المقبلة هل هناك خطط لأن يتم استنساخ النموذج الذي حدث في شمال سوريا عبر دعم بعض الجماعات للتوغل التركي في سوريا هل يتم استنساخه بالضرورة خصوصا في زل التصعيد ضد حزب العمال الكردستاني الحديث عن وجوده في سنجار يشكل تهديد رئيسي للأمن القومي التركي استغلال مناطق تمركزه على الحدود الإيرانية والعراقية ليضرب واستهداف المناطق التركية حجم وكسافة التواجد العسكري التركي على الحدود الآن هل هذا مؤشر عن خطة متكاملة تشمل بناء جدران ثم استعداد لعمليات عسكرية خصوصا أن تركيا رغم أن تحرير مدينة الموسل بات بين كوسين أو أدنى ما زالت إلى الآن تحتفظ بقوات داخل مخيم بعشيكة كلها في الحياة خيوط قطة تكامل وتأتي صورة عن استراتيجية تركيا حيال العراق خلال الفترة المقبلة وحيال أقراض بالطبع دكتور سمير هناك كان في تركيا حديث عن أنه بعد مرور التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بالنظام الرئاسي فأنه الرئيس أردوغان ربما يعيد التفكير في فتح الحوار مجددا مع الأكراد لكن هذه بناء السور التطور العلاقة مع أكراد سوريا والنظر إليهم بنفس النظرة هل ترى أي إشارة في الأفق إلى أن الرئيس أردوغان ممكن يعيد نظرته في الملف الكردي ويعود للحوار بشكل أو بآخر مع الأكراد أم أنه حسم خياره وهو تحالف مع القوميين في الاستفتاء وسيبقى على هذا التحالف ونعود إلى نظرة الدولة التركية التقليدية لهذا الملف مع الأسف أنا من خلال المتابعة أخي يوسف وأنت أيضا تتابع وأعرف أنك تتابع المشهد التركي بالتفصيل أستبعد في الأسابيع والأشهر المقبلة قليلا المقبلة أن نرى أي تحول أظن أن أولوبيات الرئيس التركي الآن هي نتائج الاستفتاء وتغيير شكل النظام وذهب بمنحة إعادة بناء أولا حزب العدالة والتنمية التي تلقى ضربة قوية فيها الاستفتاء الأخير الشعبي الأخير على تعديلات الدستورية ومحاولة إعادة بناء المؤسسة الحكومية مؤسسة رئاسة الجمهورية لا أظن إطلاقا الآن الأولوبيات ستكون بمنحة العودة إلى طاولة الحوار التي كانت قد جمبلت عام 2015 كما تتذكر لكن أريد أن أقول لك النقطة برأيي لم أغي أن نشير إليها وأشار إليها أيضا أنه الآن ما يقلق تركيا أيضا وسيقلقها في الأيام المقبلة وهي بين أسباب طرح مسألة الجدار هي تسليح الآن حزب الاتحاد الديمقراطي هذا السلاح تركيا تقول أنه من الصعب جدا ضبطه ومراقبته ومتابعة تنقلات هذا السلاح بين حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب الأمم الكردستاني الوزير الداخلية التركي قبل ساعتين وثلاث ساعات اليوم قال أنه عثرنا في عملية مداهمة أمنية على صاروخين طبعا هو لم يقول أنه من مصدر أمريكي لكن بطريقة غير مباشرة أوحى إلى أنه هي أسلحة أمريكية في القريب الساعات المقبلة سنعرف التفاصيل أكثر ويقول أنه هذين الصاروخين سلما إلى الأمم الكردستاني يعني يقول أنه هناك تبادل تسليح عملية نقل الأسلحة بين الاتحاد الديمقراطي والأمم الكردستاني عندهم قبل قليل تحدثتم أن حزب الأمم الكردستاني قال أن المروحية هي التي يتحمل مسؤولية إسقاطها كيف إسقاطها؟ إذا كان فعلا تركيا كما تعرف رسميا تقول أن هذه الطائرة سقطت نتيجة استضامها بكابل كهربائي كما تعرف خط التوتر العالي إذا كان العمال الكردستاني وثبت الآن في تحقيق جديد في تركيا هذا سيعني أنه سيدخلنا في أزمة جديدة حقيقية أنه هل هناك صواريخ الآن يستخدمها أو سيستخدمها العمال الكردستاني ضد تركيا في المرحلة المقبلة؟ هذه أيضا تعني أنه سيكون هناك نقاش أو توتر أمني سياسي ليس فقط بين تركيا والعديد من الدول دكتور سمير اسمح لي هنا في تعقيب سريع لو سمحت منك باختصار قبل أن أذهب إلى القاهرة أحد مستشاري الرئيس أردغان قبل الاستفتاء تحدث عن أنه ممكن أن يكون هناك حل القضية الكردية من خلال أقاليم وحتى جزء من الأكراد مثل ليلى زانا اعتبرت أنه هذا النظام هو الذي سيحل المسألة الكردية وبنوا أمال مع 10% من الناخبين الأكراد على الأقل الذين غيروا رأيهم وصوتوا لصالح الاستفتاء أنه في تغيير سيحدث برأيك هذا كله ممكن أن يحدث بعد الانتخابات الرئاسية وإعادة التفكير والآن غير مطروح أم أنه لا ممكن أن يحدث شيء من هذا القبيل ويفتحها للنقاش يعني قبل نقاش الحل برأيي أو طرق الحل أخي يوسف علينا أن نناقش هل سيكون هناك عودة لطاولة الحوار بين الأطراف المعنية في الملف الكردي في سوريا هذه عقدة أساسية لا فرض حل بنوج العودة للحوار يعني من؟ مدى وكيف ستتم عملية العودة؟ لا سبع تماما لا إطلاقا لا أظن لأنه الآن طبعا نحن نعرف أنه هناك تأييد أو دعم أصوات جاءت إلى حزب العدالة والتنمية كما تعرف في الاسفتاء الدستوري الأخير من مناطق جنوب شرق تركيا أصوات كردية لكن هذا لا يعني لا أظن إطلاقا أنه الحكومة الآن والسلطة السياسية خصوصا أنا نناقش منح الذهاب نحو النظام الرئاسي وذهابنا نحو النظام الرئاسي سندخل في نقاش من هذا النوع أنت أتحدث عنه في الوقت بهذا الشكل سأذهب إلى القاهرة مجددا أستاذ محمد برأيك الآن يعني في علاقات جيدة بين أنقرة وكردستان العراق هناك مشكلة مع أكراد سوريا أكراد إيران يعني ملف منفصل تماما مع إيران بالنسبة للرئيس أردوغان برأيك الآن في تهديد أمني يأتيه من شمال العراق من شمال سوريا هذا أكيد ونقطة مهمة التي أشار إليها دكتور سمير حول موضوع السلاح الذي يصل إلى سوريا هناك إلى أكراد سوريا وهذا ربما سيشكل مشكلة لكن على الطرف الآخر من الجدار داخل تركيا هل يمكن وأنت ذكرت أنه هناك أكثر من عمليات من داخل تركيا هل يمكن أن يؤمن هذا الجدار فعلا الأمن المطلوب للأمن التركي طالما أنه ملف حزب العمال الكردستاني وملف الكردي مفتوح في الحقيقة بظن لا يا أستاذ يوسف بمعنى أنه حزب العمال الكردستاني استثمر حينما استثمر فيه حزب العدالة والتنمية بمعنى حزب العدالة والتنمية استخدم عملية السلام مع الأكراد باعتبرها مسألة وظيفية الغرض منها ليس حل القضية الكردية بقدر ما تحقيق طموح حزب العدالة والتنمية في الحصول على أصوات الناخبين في مناطق جنوب شرق تركيا من خلال طرح بعض الأفكار الخاصة بحل هذه القضية ومن خلال بعض المقربات الإصلاحية على المستوى الثقافي على المستوى التعليمي على مستوى بعض القنوات الرسمية لكنه لم يتجاوز ذلك ومن يتابع طبيعة التحول في المزاج العام في تركيا طبيعة الصعود للطيار القومي تحالف اليمين الديني مع اليمين الكومي في تركيا سيتشف أنه بالحقيقة من الصعب جدا أن تكون هناك مقربات حقيقية لحل المسألة الكردية طالما العقلية السائدة الآن في تركيا هي العقلية الإقصائية القائمة على استخدام القضية الكردية باعتبرها أداة لتحقيق مكاسب انتخابية قبل قليل حضرتك أشرت إلى بعض التصريحات التي خرجت من مستشاري الرئيس أردوغان في ظني لن تتابع ولا تجد أي من هذه التصريحات بعد حصول حزب العدالة والتنمية أو نجاح فكرة تمرير الاستفتاء على الحزبة الدستورية الذي حولت تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئيس مسألة السلاح لم تعد مشكلة لأن الحدود بين تركيا وبين جوارها ضخمة جدا نحن نتحدث عن حدود تقارب للألف وسبعمائة كيلومتر بين تركيا وسوريا والعراق وكلها مناطق توتر كلها مناطق فيها النانستيت أكتور كلها مناطق تستخدمها أطراف أكليمية ودولية وتدعم فيها عصابات وتدعم فيها جماعات مسلحة بأطراف مختلفة ومسلمة تستخدم تركيا بعض هذه الجماعات في مواجهة الدول هناك أيضا من يستخدم هذه الجماعات في مواجهة تركيا كوراق الضغط لكي يغير أو يقيف سياسات تركيا مع سياسات بعض الأطراف الأكليمية والدولية ومن ثم إذا أرادت تركيا أن تحدث تحول في هذه المسألة فعليها أن تعيد النظر في مجمل سياساتها أولا حيال الأضية الكردية لأن المتابع لطبيعة العمليات الأرهابية داخل تركيا بين عام 2012 حتى يونيو 2015 سيجد أن الوتيرة هدئة عمليات إرهابية محدودة وإن موجودت عمليات إرهابية كانت في جنوب شرق تركيا من يتابع طبيعة العمليات العسكرية منذ يونيو 2015 وحتى الآن سيجد أنها وصلت إلى أنكرة إلى إسطنبول إلى مطار إسطنبول إلى مقتل السفير الروسي في 10 ديسمبر 2016 كلها تحولات والحقيقة لم تكن تكفاكت عن تسليح الأكراد أو قدرتهم على تمرير السلاح أو قدرتهم على تخزينه حينما كانت هناك مفاوضات بين الحزب العدالة والتنمية والأكراد ولكن سيكون ذلك بالضرورة ناتج عن سياسات حزب العدالة والتنمية نفسها طيب دكتور سمير باختصار سؤال لك أيضا وسؤال آخر سيد محمد دكتور سمير إقليميا كان فيه دائما حديث أنه إيران تركيا والعراق أو إيران تركيا والسوريا يتعاونون إقليميا رغم الخلافات بينهم على منع قيام أي كيان كردي في المنطقة الآن مع التسليح الأمريكي لأكراد سوريا هناك حزب الاتحاد الديموقراطي وتصريحات الإيرانية المرحبة بالجدار هل تتوقع تقارب تركي إيراني أكبر في المرحلة القادمة تجاه الملف الكردي بسبب الملف الكردي في سوريا ربما فقط في نقطة نعم أخ يوسف فقط في نقطة قطع الطريق على مشروع الدولة الكردية الكبرى ربما قد يكون هناك هذا التنصيق وهذا التفاهم التركي الإيراني لكن حتى الآن على الأرض كل طرف يلعب أوراقه ضد الآخر في الملف الكردي بشكل معاكس يعني ما زال التنافس موجود بين البلدين لكن في المرحلة المقبلة من الممكن جدا إذا ما شعرت طهران وأنقرة أن المشروع الأمريكي في سوريا تحديدا هو مشروع فدرالة أو كونفدرالية في سوريا نقطة ثانية الإجابة على هذا السؤال بلقيس تكون مرتبطة مباشرة بما سيجري في شمال العراق في المرحلة المقبلة عملية الاستفتاء أقصد الاستفتاء الشعبي وحق تقرير المصير في المنطقة في المشروع الكردي هل ستنفصل سيكون هناك انفصال كردي في العراق عن الدولة العراقية إضعاف أكثر فأكثر مسألة الارتباط بالمركز ببغداد أقصد دستوريا هذه المسائل برأيه التي ستدفع تركيا وتهران أيضا لإعادة ترسم سياساتهما في الملف الكردي على المستوى الإقليمي طيب سيد محمد في القاهرة أيضا باختصار شديد لو سمحت في دقيقة الموقف الإيراني فعلا تدعم حزب العمال الكردستاني من طرف لكنها مع تركيا ضد منع قيام أي كيان كردي كيف تستطيع تركيا التعامل مع هذه الازدواجية الإيرانية أنا في رأيي هذا سؤال مهم جدا أستاذ يوسف هناك توافقات وهناك اختلافات التوافقات تتعلق بمواجهة تركيا وإيران لحزب العمال الكردستاني وفروعه على الأكلمية أيا وجدت على الخريطة الإكلمية ولكن الاختلافات هو في الدعم السياسي لأطراف متنحرة بمعنى أن فيما تدعم تركيا حزب الديمقراطي الكردستاني فإن إيران تدعم الأطراف الأخرى وبالتحديد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق هذا النموذج أيضا في العراق بالزبط ومن ثم هناك اختلافات وهناك توافقات لكن الفاعل المركزي في هذه القضية لم يعد تركيا ولم تعد إيران الفاعل المركزي فيها السعود الكردي الآن هو حجم التسليح الكردي ثانيا حجم انتشارهم الجغرافي ثالثا الدعم الدولي ليس فقط من طرف واحد يكون هناك مزايدة لكن هناك الآن دعم متواصل من الجانبين هناك قوات روسية في عفرين على سبيل المثال وهناك دعم تسليح مستمر من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم أصبحت الورقة الكردية لم تعد ورقة مساومة ورقة في إطار أوجه الضغط أو أوراق الضغط المختلفة بين الأطراف الأكلمية ولكن أصبحت ورقة دولية يتم استخدامها ليس فقط للضغط على إيران أو الضغط على تركيا ولكن استخدامها لتنفيذ أجندة دولية في ساحة أكليم الشرق الأوسط شكرا جزيلا لضيفي كان معنا من القاهرة رئيس تحرير مجلة شؤون تركيا صادر عن مركز الأهرام محمد عبدالقادر خليل والشكر الجزيل أيضا لأستاذ العلوم السياسية دكتور سمير صالحة حدثنا من أسطنبول